وإن شاء الله أنها راح تكون من نصيب اللي يستحقها طيب أخيراً راح يكون معنا الغالي المستشار الإعلامي سالم بن حزامي تفضل يا مرحبا هلو سهلا شلونك الغالي شلونك المشاكس الله يبقيك أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير ومساءك يا حبيبي سعيد جداً بأمور عدة الحقيقة أولها أني أقف أمام أبو نايف وبجانبه الله يرفع قدرك رجل على قدر من الاحترافية والمهنية وإنت نوم أسبح ويمكن نترى جميعاً تاج راسي يا حبيبي أيضاً غروق المدينة اليوم اليوم تضرب بكل قوة لإسعاد الجميع الحقيقة أنا أشكرهم على هذه المبادرة جداً واختيارهم حتى للواقع والبرنامج مراجل شيء يعني أفرحنا ونومسنا عروق المدينة وعجوة المدينة شكراً لكم عجوة المدينة اللي قال عن النبي الله عليه من تصبح بسبع تامرات من عجوة المدينة في الحديث خصص عجوة المدينة لم يضره سحر ولا اسم مضبوط سبع تمرات عجوة في الصباح على الريك يتحقق لهذا المرات اللهم صلي وسلم عن ابن محمد الذي لا ينطق عن الهوى متنومس ببرنامج مراجل متنومس بالمقدمين حقين النسخ اللي جونا وشرفونا وهذه قناتهم ايضا متشجع بحضور الدكتور صالح الحمد اليوم رجل له يعني فائق التقدير والاحترام ووجوده دائما وابدا معنا يعطينا دفعة معنوية شكرا لجميع من حضر من مشاهير السوشال ميديا من مشاهير قناة الواقع من مشاهير قناة بداية كلهم على العنواء الرأس لكن الاهم من ذلك وش اللي عند عجوة المدينة وش اللي عند عروق المدينة لامهات المتسابقين مبادرة من عروق المدينة لامهات المتسابقين متسابقين مراجل فقط امهاتهم خمسة وعشرين متسابق لكل متسابق بكج كامل يصل اليهم حنا نبوصله قيمة هذه المبادرة خمسة الاف ريال شكرا لعروق المدينة وترى هذه ترى هذه ايضا تطمنيها لامهاتهم لحنا بنقسوا عليهم ابنة تعبهم لا المقدمين لا فقط متسابقين مراجل شكرا لعروق المدينة الحقيقة اكرمتونا الحقيقة اخجلتونا نتمنى لكم التوفيق واتمنى من امهات المتسابقين يدعون لمثل هذا المنتج منتج وطني القائم على شباب وطنيين كانوا على قدر كبير يعني من استخامعنا فشكرا للجميع الله يوفقكم جميعا بالتوفيق وشكرا لمالك قناة الواقع رئيس مجلس إدارة ابراهيم الحسين على تفاعله على مرونته وعلى كل ما يعطينا اياه شكرا له المتسابقين الجوالات لا تبطي معكم الله يبارك فيكم شكرا لك يا ابناء يعطيك العافية شكرا شكرا يا حبيبي